سلمت إلى الرئيس عون التشكيلة التي أراها مناسبة هذا ما قاله رئيس الحكومة المكلف بعد خروجه من قصر بعبدة ولقائها الرئيس ميشيل عون ملاحظات عدة يمكن إرادها حول اللقاء والتصريح الملاحظة الأولى تتعلق بالشكل وهي حول سرعة التحرك الذي قام به ميقاتي فهو لم ينتظر 24 ساعة لانتهاء الاستشارات بل أسرع إلى قصر بعبدة مسلما رئيس الجمهورية تشكيلته الحكومية السرعة تعني أحد أمرين الأول أن ميقاتي يستعجل التأليف والثاني أن رئيس الحكومة المكلف يريد رمي الكرة في ملعب عون وبالتالي تحميله مسؤولية أي تأخير الملاحظة الثانية أن اللقاء لم يستمر أكثر من عشر دقائق ما يعني أنه لقاء للتبليغ أكثر مما هو للتشاور وتبادل الأراء والأفكار وهو أمر يضرب بشكل أو بآخر إمكان التوصل إلى نتيجة نهائية لمسار التشكيل والتأليف الملاحظة الثالثة والأخيرة ما سرب من التشكيل يوحي أن ميقاتي يبحث عن مشكلة أكثر مما يبحث عن حل فصهر العهد يريد حكومة سياسية فيما ميقاتي لا يريد بتاتا مثل هذه الحكومة وميقاتي يريد تغيير وزير الطاقة الموالي لجبران باسيل واستبداله بوزير آخر للطاقة غير موالي للطيار البرتقالي وهو أمر لا يمكن لباسيل أن يرضى به ألا يعني كل هذا أن حكومة تصريف الأعمال ستعيشه إلى ما بعد عهد مشي العون وأن لا حكومة جديدة إلا بعد انتخاب رئيس جديد